النادي الاهلي كسبان ولا خسرها؟ لا النادي الاهلي كسبان مليون في المية ماهوش علاقة بالموضوع وحضرتك سردت الكلام ده النادي الاهلي كسبان مكسب كبير على كل المستويات النادي الاهلي الضر الاول كان هو المرشح للفوز بالمبراء ومع زمالك كسب والزمالك كسب وكسب مكسب كويس وبعرض كويس انا عايز السؤال بتاع سامي يلا ينفع اخده؟ طبعا الله كنت رسا هرجع لك بيه عشان انت هنا ممثل عن النادي الاهلي على الاقل جمهريا فلازم ابدأ بيجبئ النادي الاهلي ثم الاهلي برا الاهلي كسبان كسبان زي ما حضرتك قلت التلت نقاط والراحة والراحة مهمة جدا لكل اعضاء الفريق ويعني كسبان جدا نعم الزمالك كسبان مكسب خادع او خسران يعني يا اما كسبان مكسب خادع هو مش حقيقي هو الزمالك وقع في الفخ من وجهة ماظر الزمالك وقع في فخ كتير من سوشال ميديا الزمالك لازم يعرف ويتأكد ان الزمالك كبير الزمالك قد بالكورة المصرية التانية وانا مش عاجبني ابدا ابدا كل المناظرات اللي بتحصل بين الاهلوية والزمالكوية يا جماعة احنا مش في قصة من اجمد الاهل والزمالك الكورة من غيرهم في مصر ما تنفعش لازم يكون الزمالك ومسؤولي وجماهيره وكل من ينتمل الزمالك متأكد من المقولة دي الزمالك وقع في فخ فكرة ان ممكن مين يكون بحبل النادي الاهلي مين ومين 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 فاحنا مش قادرين ناخد حقنا فاحنا نعمل موقف يحسب قدام جماهيرنا كل ده فخ طبعا انت كبير وانت اكبر من كده بكتير وتوقيت القرار من وجهة نظري خاطئ بنسبة 100% انا ممكن كنت اكمل الموسم حتى كل مشاكله كل مشاكله على 18 نادي مفيش نادي مش متضرر من التحكيم مفيش نادي مش متضرر انه يلعب السعر بعضه في عز الحرب مفيش نادي مش متضرر ان الجدول بتاعه مش احسن حاجة كل الاندية متضررة كويس انت قلت كل الاندية اتضرر عشان معي اضيف مهمين ماشي حتة حتة صغيرة انا قلتلك المشكلة في ان زمالك ما جيدش الجدول على فكرة ناعم مش كنت الجدول ما ينفعش حد مسؤول في الربطة يقولك الزمالك لو عيبش ينزل درجة ربعة زمالك ما ينزلش درجة ربعة انت هنا بتحاسب مين يا كابتن سامي متاسف انا اسف يعني السيد احمد دياب رئيس الربطة لما يطلع في اليوم التالي مباشرة ويعتذر ويؤكد ان هذا الكلام يعني كان العبيد صارت او اللي صارت كان مخطئا ويؤكد احترامه النادي لزمالك فهو الرجل هنا ده هذا يجب صح او لانا غلطان بداية تشرارك كده لا بداية تشرارك كده ما كانش الجدول كان التحكيم والكلام اللي تقال ما كانش الجدول يا كابتن ما هو متقدر انتعارفه متقدر انتعارف الجدول هيش حبيبي ممكن اوريك البند الرابع في طلبات نادي زمالك جدول الدوري العام خليني بس فده كان موجود في الطلبات خليني بس صراحة بدويف